نحن إذا الآن أتينا بأفكار الداعشية وأفكار هذه الفئات الداعش وأخواتها وطبقنا على فكر وثقافة وتاريخ محمد بن عبد الوهاب سنجد أن هناك تطابق مئة بالمئة بل الآن داعش وغير داعش بشكل صريح وإذا تدخل على مواقعهم وتقرأ مقالاتهم وكتبهم يصرحون بأنه نحن أخذنا واستقينا وشربنا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن الشيخ ابن تيمية الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سيرته الفكرية والثقافية وسيرته العملية هو بنفسه يقول بأنه كان تكفيريا وطبعا لم يكن تكفيريا مثلا لأهل الشام فقط أو للشيعة أو لأهل اليمن بل حتى درعية التي هو منها كان أيضا يصفهم بالشرك كان ينظر إلى كل من حوله أنه مشركا وهو يريد أن يصلح وبالتالي يخرج الناس من الشرك فالشيخ محمد بن عبد الوهاب كما هو يصرح وكما تشهد سيرته بوضوح بأنه كان تكفيريا بامتياز لهذا أنا أريد أن أعود إلى تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب تفضل التاريخ الذي كتبه أحد العلماء الذي كان مرافقا للشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعا هذا الكتاب والمؤلف والتاريخ والمدون هو كله وهابي وهابي سعودي تاريخ نجد للشيخ الإمام حسين بن غنام وأتمنى هذا الكتاب أن يشتريه العلماء والمثقفون في العربية السعودية حتى يعرفوا هم في أي مرحلة يعيشون رحضوا هذه العبارة للمؤلف يقول بأنه أردت أن أصنف فيما أشرق ضياؤه وانتشره وشاع في غالب الأقطار واشتهر يفتخر من الغزوات التي هي في محية الظهر كالغرر والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثاني عشر والإمام أيضه الله الإمام يصده الشيخ محمد بن عبد أيضه الله تعالى يعزم علي في ذلك ويشير كان عم بيأكد على اكتب يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان مستحي لازم يؤرخ ما عم قل له اكتب وقرخ وعم بيشجع فيه نص طويل ولكن لاحظوا شوفوا العبارة هنا ولم أذكر في هذه الغزوات المسطورة إلا الكبيرة الواضحة المشهورة يعني بس كتب الغزوات لمهمة وعلى كل حال إلى أن يقول كان أكثر المسلمين في مطع القرن الثاني عشر يعني قبل ما يعمل هالفتوحات والغزوات قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية وانطفأ في نفوسهم نور الهدى لغلبة الجهل واستعلاء ذوي الأهواء والضلال فنبذوا كتاب الله لاحظوا وثم يقول واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة طيب ما شرحان بعض فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين وظلوا يعقفون على أوثانهم يعني أهل القصيم والبريدة والطائف وعبدوا ماذا الأولياء هذا الكتاب أيضا يمثل أفكار المدرسة الوهابية الدرر السنية في الأجوبة النجدية وهناك يصرحون بأن الأشاعر مشركون هذا طبعا أهم كتاب عند الوهابية الآن فاجعة لم يترك أحدا إلا وكفره الشيعة وصنة وإباضية وأشاعر كل العالم صاروا كفار في هذا الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر